فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فروا مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء نعم كما تكرر هذا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعادلة في قيامها وركوعها وسجودها والاعتدال بعد الركوع والاعتدال بعد السجود والتشاهد الأخير كان صلى الله عليه وسلم يعادل بين أفحال الصلاة ولا يطيل بعضها ويقصر بعضها نعم نعم قال وروا مسلم أيضا في صحيحه عن شعبه عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث قال فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا مطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال سمعت البراء بن عازي بن يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء قال شعبه فذكرته لعمر بن مرة فقال قد رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا نعم فهم استنكروا على هذا الأمير الذي أو هذا الإمام الذي نصبه بن الأشعث وابن الأشعث هذا هو الذي خرج على عبد الملك بن مروان قاتله الحجاج بن يوسف حتى تغلب عليه وكانت فتنته عظيمة كان في الأول قائدا للجند تبعا للأمويين وكان الحجاج هو الذي يرسله لقيادة الجند وكان محنكا وشجاعا ثم غرته نفسه أو غره الأشرار فأراد الخروج خرج وتبعه بعض العلماء وتبعه فصارت فتنة عظيمة تسمى فتنة ابن الأشعث وليس هذا محل التفصيل ولكن الكلام على هذا الإمام أن هؤلاء العلماء أنكروا عليه في كونه يصلي صلاة غير متعادلة نعم وروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها متعادلة لا يطيل بعضها ويقصر بعضها ترجمة نانسي قنقر